بنحاول نبني مصر جديدة وبناء مصر الجديدة يجب وفي الاساس أن يهتم بمنتهى التركيز على السياحة طول عمر السياحة هي موارد رئيسي من مواردنا القومية ولازم يكون في قاعدة اهتمام بيها بنشوف لها بنزفر برة إزاي بيتم استغلال كل حاجة حتى لو كانت بسيطة جدا عشان يتعامل منها مظهر سياحي ويتعامل منها مصدر أساسي وبشكل محترم جدا حتى لو كانت بسيطة ما بانك بقى لو كانت الأهرامات النهاردة احنا عندنا فكرة وفكرة مهمة جدا عن نهر نجوب من خلاله ونوصل فيه الأهرامات من خلال نحلة نهرية عشان عودة عبان في صوت رايح شوية استحملوني هنعرف أكتر عن هذا المشروع من خلال دفن النهاردة دفن هو مهندس عمر جودت مهندس استشاري في التنميس سياحية صحيح فانت المطاقة المزبوطة مزبوط صبعة الخير يا فانت يا ريت حراك تتكلمنا عن الموضوع والفكرة جاءت الحراكة زي هو مدخل الفكرة من اللي حضرتك المقدمة اللي حضرتك وقلتها المزبوطة جدا ان اللي عنده حاجة بيهتم بيها ويستغلها أحسن استغلال منه حتى لو كانت بسيطة فعلا اه يعني انا مثلا سفرت وانا طالب اليونان رايح لإيكوبول وركبوني تريفليك دفعت فلوس قدي كده في الاخر روح لقيت عمودي فأنا ساكن في شارع الهرم وشايف ان انا فخور جدا ان في اخر الشارع دوت فيه احدى عجائب الدنيا السابعة عندي موجودة حتى ما بكلم حد من برا مصر ببقى فخور او بقول له انا ساكن قريب من الهرم يعني طبعا فلاقيت مع الايام شارع الهرم ده بيتحول ان هو شارع خدم ما ينفعش فمش هو دوت الممر اللي مفروض يوصل السيح للأهرمات يعني ما ينفعش فبدأت اشتغل انا اشتغلت بعد كده هو تتخصصت في التنمية السياحية كنت استشاري مشاريع التنمية السياحية في طبوة النوبة فبدأت اشتغل على الارض الواقع بقى ازاي المشروع ده ممكن يتحقق ازاي ممكن يبقى فيه رحلة متميزة مختلفة عني يعني بحيث ان دية تبقى خاصة برحلة الارض تفضل في زين السياح العمر كله يعني ما يبقاش مجرد زيارة الهرم تبقى تجربة متكملة حس من خلالها ان هو عمل حاجة مختلفة الزبط ولازم ادخله في الاتموسفير الاتموسفير بتاع الحدث الكبير او اللي هو قاعد يرى عليه سنين عمره وفي الاخر انا يعني ما افصلوش يعني فبدأت افكر ازاي الحل ممكن يبقى ايه ففكرت في الترفليك طبعا الاول لقيت ان الترفليك ده مش حينفع الاسطوع عندنا بمصر مش مانظر يعني وكده هو ما فيش الجبال الخضرة وما فيش من مناظر داي ففكرت بشكل تاني الله لو يبقى فيه رحلة نهرية على الطراز الفرعوني طيب يتحقق ازاي بقى على ارض الواقع الكلام مني فلاقيت ان الكلام دوت متحقق بنسبة ستين او سبعين في المية قريدي محتاج مني بقى شوية تزبيط وتجميل وتوسيع وشغل هندسة يعني خلال طرعة المنصورية خلال طرعة المنصورية طرعة المنصورية بالمصب التفريع بتاعته بتبتدي هو بيتفرع من طرعة اللابرهامية طرعة اللابرهامية بتيجي من السعيد بتيجي عند بالزبط مستشفى قوات المسلحة الناحية التانية شرع البحر الاعظم هي بداية الفرعة بتاعت طرعة المنصورية عند ابو النمرس منطقة ابو النمرس انا شايف وتوصل بينا لغاية منطقة شرع الهرم اللي بنشوفها في شرع الهرم اللي هي بتتغطى من عند شرع الهرم يعني هم بيغطوها دلوقتي من عند شرع الهرم بس انا ما يهمنيش اللي معند شرع الهرم لانا مش هوصلهم لشرع الهرم انا حاجة من ورا عنده ابو الهول بشوية حيكون دوت اخر المسار بتاع الرحلة نهر الاهرامات بتاعتي خلال هنخش من ناسة السمان ولا هنصور شوية اللي مشاهدين من الموضوع هو حضرت في منطقة اسمها كفر الجبل ابو الهول ديت تبعد بالزبط عن ابو الهول حوالي كيلو انا تخيلت برضو من ايه من غرب الشرق من جنوب شمال من ايه من ايه من يعني منين من اه لو لو اعتبرنا ان الشرع الهرام تكلمنا بقى على شمال شرع الهرام وجنوب شرع الهرام حيبقى جنوب شرع الهرام يعني لو اه من مدخل ابو الهول يعني يابعد عن ابو الهول وممطقة ابو الهول حوالي كيلو حيب انا عايزة بس لو المسار المائي هيبتدي منين وينتهي فين هو انا عطيهم يريد اه والدناع فيه خريطة المجرى المائي بيبتدي من اه من اه ابو النمرس ابو النمرز زي ما بقول لحضرتك قدام مستشفى قوات المسلح. اه هو. اه ده دي الرحلة بقى بنبتدي من من الاول خالص من اول التحرير. اه. يعني انت خيالنا ان الرحلة من اول التحرير ان السايح مش هيتعامل مع المواصلات خالص. الارض خالص. هيبقى كله اه نهري. اه. نهري. يعني يبدأ رحلته من ان ينزل التحرير ويركب. من اي حتة في النيل. يعني انت لو نايل كروز. اه. وقد برك برضو حيحصل اتصال ما بينها. احنا متجهين بقى ناحية ايه معادي وكده. احنا رحين المعادي. اه رحين ناحية المعادي. ومش عارف ايه. ايوة بالزبط. هنروح لغاية منطقة اه المنيب. اه. اللي هي هنعدي اه كوبري ستة كوبر. اه بالزبط. احنا نحاول نتخيلها مع سيدنا مشاهدين مع حضرتك. ايوة بالزبط. ده اه حوالي تمنتاشر عشرين متر. يعني انا هقصلها بالتنظيف وبالتطهير الترعة. اه. لعشرين. لعشرين متر. احنا عزي الفيديو يكون شغل معنا فبليز خلي. اه. 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 من تمنتاشر اه لعشرين متر. اه. بتوصل لخمسة وتلاتين متر. فالمركبات انا شايف من وجه النظري انها هتبقى زي اوتوبيس نهري. احنا رح تسعدي لك زيلة الدهب. احنا هنا بقى بيحصل ربط. ايوة. ممكن اعمل ربط آآ مائي على طول. احنا كده ماشينا على ترعة الزمر. لتحتية دي ترعة الزمر الخضرة. اه. اه. واخد بال حضرتك. وفيها مجرى مائي ماشي. وفيها مجرى مائي. اه. تمام. بص حضرتك. بص حضرتك. اول هنا بقى ابو النمرس. بعد ازنك بطق شوية ايوة بطق هنا بقى. شايف المساحات الخضرة اللي انا بعدي عليها. اه. اه. اكمل بعد ازنك. ليه. ليه. انا اتنشر كيلو بعدي عليهم فيهم عشرة كيلو مناطق خضرة. اه. اه. فيهم اتنين كيلو متفرقين فيهم مناطق زي ما انتم شايفين كده هو. اه اللي هي مدينة ابو النمرس. زاوية ابو مسلم. جزء من شابرامنت. دولة يجمعوا اتنين كيلو. انا اعمل لها حلول. ايه بقى الحلول? الحلول في المناطق ديت ان انا هعمل فصل. اه. فصل تام ما بين اللي في المية وما بين اللي فوق. بكسافة اه سياج مسلا شجر. اه. واخدبالك. اه. ممكن جدا اعمل في حيطة حاجة زي صوبة. اه. وهم معاديين جوا صوبة. الصوبة دي تبقى كلها نباتات. يعني يبقى فيه. فيه حلول يعني. فيه فصل طبعا. اه. كان مكملين دلوقتي داخلين ماشيين فوق. احنا كل دوت احنا ماشيين اه. وشايف برضو المناطق الخضرة اللي بنعد عليها. بس المناطق الخضرة لسه خضرة ولا حصل الله ايه. مازال اه يعني. الكلام ده. اه. الحمد لله. انا عندي مشكلة تانية بس. حاولها لكم دلوقتي دي استغاثة لانه بدوا يغطوا الترعة. يعني انا ما عنديش مشاجر يغطوا الترعة في الجزء اللي فيه سكان. ايه. اللي هو في الاول من شرع الهرم لغاية ابو الهول. ام. اوكي. توسعة يعني? بيغطوها. ام. بيغطوها خالص. اه اوكي. يغطوها خالص يخلوا المياه. لان الترعة بقت مصدر اه. اه ماشي. اه اوكي. بس المنطقة البكر انا عايز اعمل فيها مشروع ايه. ايه. مشروع حيرجع بعائد ضخمة جدا. اكيد. طيب احنا كده ماشيين برضو دخلين شايفين الصحرة بدأت تظهر اهي. صح مزبوط? اه. بدأنا بقى على شمالك انت بدأت الصحرة دلوقتي انت في المنطقة اللي هي عمودية على شرع الهرب. المرحلة الاخيرة بعدية. اه. حطيطع بعد كده هوة الكبري الدائري. هنا هو. بس طويلة الرحلة يعني. مفوت تاخد قد ايه? بس ممتعة متهيق لي. اه. بس السايح مفوت ياخد قد ايه. انا مسال في بلاد الاخرى. ساعة ونص. ساعة ونص. بس ساعة ونص خلال الساعة ونص انا مصرح الرحلة كلها. انا المنطقة الخضرة اللي جنبي على الانتين دولة. وكمان فكرة الزحمة. يعني فكرة شرع الهرب اصلا من يعني افتر شرع اللي في مصر زحلة. هو بياخد الساعة ونص حضرتك. ايه. بس بياخد بيقعد يلقط في الصور. عشان يطلع. سيئة اصلا. صور سلبية. يطلع في الاخر يقولك لا يمكن الناس ديت هي اصحاب الحاجة ديت. وده مدخل اللي انتو اللقاء اللي كنت عاملها حضرتك. اه. قبل كده هوة مع الدكتور بسام. اه. ان دلوقتي بيتقلق بيتقلق ان هم اللي اصحاب اليهود عايزين يقوله انهم اصحاب الهرب. انا خايف يقوله انهم اصحاب مصر. احنا كده انه هوة في منطقة تلتمية متر انا متقايل ان احفرها بحيث ان اوصل لاخر منطقة زراعية. اوكي. اخر منطقة زراعية ديت تبعد على اه على ابو الهول لو عبنة اوبن للشاشة شوية حيبن ابو الهول. اه. يبقى بالزبط عني اه كيلو. اه. الكيلو دولة انا اه. في المارينة ديت حيبقى واقف اه كاريتة فرعونية. حيبقى واقف اه جمل اه نابس مع شيك قاعد مستنيهم بدل ما هم. هتبقى رحلة صوت في رحلة يعني. رحلة يعني هتبقى رحلة كاملة فعلا. رحلة كاملة. رحلة كاملة. وحي. ده المتقال كمان انه ان السياح ازاي حيشارك فيها. بزبط. من اول ما حيطلع يلبسوه تاج اه فرعوني. بنت بنت بتعزف قصارة معاه على الكلام دوت. عالجنبين حتى حتى الجنين اللي بيزرع. هو لابس لبس فرعوني. ها. زي ما اتعمل فقورة الفرعونية. بالزبط. بالزبط. بس حاجة على مستوى الهرب. يعني. طيب. حريك عملت دراسة جدول الموضوع. اه. والتكلفة المشروع حوالي قدية. انا عملت دراسة مبدئية. للمشروع. لان انا ما قدرش اعمل دراسة اه كاملة. المشروع انا عملت دراسة مبدئية بنتكلم حوالي نصف مليار جنيه. مم. بس هيود علي بقدي ايه هي دي فكرة. بالزبط. مم. ما هي اي حزبة في الدنيا انت ما بتعمل مشروع تجاري بتعمل وزنة. مم. ما بين التارجت بتاعك وما بين الاربحة. زائد في في عواقض تانية كتيرة قوي. مم. يعني انا المنطقة البكر اللي هيعدي عليها ديت. دي مشاريع. مشاريع اه سياحية على يعني هتشغل طاقات من الناس كتيرة جدا. طبعا. طبعا. طيب. هل توجهت بهذا المشروع بخير اتكلم عملي. هل توجهت بهذا المشروع اي هيئة اي اه للدولة سواء في النظام السابق او النظام الحالي. هيئة القثار اه. قبل ولا بقى قبل الثورة ولا بقى الثورة. الاتنين عايزين نعرف الاتنين. قبل الثورة. قبل الثورة. قبل الثورة كل حاجة كل المعنيين روحت لهم. تمام. يعني كل المعنيين. خلصنا من الموضوع ده. طيب بعد الثورة. بعد الثورة احنا بدأت الميديا اه تعمل اه علينا فوكس. اه كويس قوي. اه بدأت انا اتحرك في في الملف دوت مفروض يمشي في وزارة الراي. دي من الجهات السيادية في المشروع او الجهة ملك. تمام. حركتوا في في وزارة في وزارة الراي ومفروض ان هم عملوا دراسة. بس للأسف كل حاجة بتتعمل دلوقتي. يعني انا بكلم ناس على ايهم يقولين لا احنا اتنقلنا. اتنقلنا. اتنقلنا وجاهم الناس تانين. بس بوجه عام في قبول. يعني مفيش اعتراض خالص. طيب شايف الخطوة تيجي منين. يعني القرار ييجي منين. البداية تبدأ منين. انا عندي مشكلة دلوقتي ان ان انا مش عارف القرار ييجي منين. لدرجة. سامة هيالي كزا جيها يا فندم لازم يكون. محليات. كل دول كله رح لهم. كله رح لهم. انا تقبت جدا. بس كله ما فيردش دلوقتي. علشان احنا براتي في مرحلة ان هو بيقار محدش عايز ااخد قرار. طب اقول لحضرتك. اقول لحضرتك حاجة مثلا. مرحلة انتقال ايه. انا قررت ان انزل بنفسي المطبخ. يعني من ضمن الحاجات اللي حتخليني انزل بنفسي المطبخ. احنا نقابة المهندسين مفروض ناجس الجهة الاستشارية الاولى لمشاريع الدولة. مفروض. وانا عرضت المشروع دوت في نقابة المهندسين بدل مرة اتنين. والناس يعني احنا مهندسين وعارفين احنا نتكلم في ايه يا مشروع حلو. فانا مرشع نفسي مثلا في النقابة. مع ان انا يعني مش نقابي. بس عايز افعل الدور دوت. الدور دوت انا شايفوه. طب انا انا بقالي خمستاشر سنة. قاعد الف في حوالين نفسي. مش عارف اروح لمين. مين الجهة اللي اللي تقول ان المشروع دوت يا اخوانا. ده هيخدم البلد. ومفروض يبقى فيه عليه ناس تعمل دراسة وناس تدي قرار. مشروع حدرتك زي وزي مشاريع اخرى. كتير. زي امرأة تنمية دكتور فاروق الباز وغيرهم من المشاريع اللي بيقال ان هي او هي مش بيقال هي فعليا بمنتهى الحياة يعني. مشروع تطوير قناة السويس اللي حيرجع بعاد من خمسة مليار لمية وعشرين مليار ده مشروع. اكتر من مثلا فيه مجال ان كل هذه كل اصحاب هذه المشاريع حضرتك ودكتور فاروق الباز ودكتور مندوح حمزق وغيركم تتحدوا بحيث ان يبقى فيه كلكم مثلا زي هيئة موحدة للمشاريع اللي بتأمل في تطوير مصر عشان حتى لو حضراتكم يعني مقدتوش تحققوها في المرحلة القريبة يكون فيه من يتولى ملفات هذه المشروعات وتتعامل حتى على المدى البعيد. زي بنك الافكار كده يا فاندم بالزبط. حصلنا فيه افكار دي كلها. هو دلوقتي فيه الدكتور مسلا محمود امار. عامل بنك الافكار حضرتك بتقول عليه. تابع لمجلس اه لمجلس الوزر. انا احدى المشاريع المدرجة فيه. ومشروع قناة السويس احدى المشاريع المدرجة فيه. والدكتور محمد رمضان اللي هو آآ رئيس آآ آآ دعم القرار من مجلس الوزراء. مفروض عنده الملف ده. مم. يعني هي بسألت ان شاء الله وقت. تثبيت. واننحن نبتدي بقى الخطوات قدام. ونبتدي ان شاء الله ان احنا نعمل مصر جميلة جديدة. وربنا سهل يا رب يعني اه. اكيد. 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 اه. اه. هادك شكرا